السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم او الدرس الجديد ديال اليوم هذا درس مختلف وجديد هذا الدرس هذا رائع جدا مناسب الجلاباء وكذلك للقفطان وتقدروا انكم تستعملوه حتى في دورة العنق ديال القفطان فاول حاجة هذا الحرير العادي ديال الصابرامبروم لثلاثة ديال الشعرات ورقم البراء هنا خدمت بالبراء رقم سستة طبيعي الحال من الافضل انكم تخدموه بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي وديروه على ربعا ديال الشعرات بالنسبة للناس اللي باغين يخدموه بالحرير المبروم ففي الدرس من الافضل خدموه يكون مبروم على ربعا ديال الشعرات اما في الخدمة العادي نصف طوق فيكون مبروم غير على ثلاثة شعرات ماشي اشكال المهم اول حاجة في هاد درس كتدير الدرس ديال الواحد وهنا غدا تراجعي وتديري غرزة بهذا الشكل الان كتهبط الخيط التحت واتراجعي تدير الغرزة اللولى من بعد كتجيل هاد الرأس ودير الغرزة الثانية هنا غادي نخدمو هرم بشكل عادي جدا هرم ديل الغرز غادي نرجع دابا نهبط فالخيط تيكون الفوق وغادي ندير الغرزة اللولى من بعد نخلي الخيط الفوق ولكن ما غاديش نخدم في هديك الغرزة اللي كتكون ما بين هدو كجاج ضربات ليفتو غادي نمشي لها داك الرأس واحد الغرزة اللي كتكون هي اللي غادي نخدم فيها طبعا الحال كتبقى غير اختيارية كل واحدة تخدم فيه ما بغيت مو دابا خدمت الغرزة الثانية وهادي اللي هي الاخية الان كنخلي الخيط التحت ونعاود نرجع نطلع هادي الغرزة اللولى ونمشي اللي حداها وندير الغرزة الثانية ودابا وصلنا للرأس وغادي ندير الغرزة الثالثة بهاد الشكل دابا الخيط تكون الفوق وانتي غادي هابا غرزة اللولى الثانية ولاحظوا معاية الثالثة فين غادي نخدمها كيف ما قد لكم غادي نخدم في هاد الرأس ديل هاد الغرزة هادي هنا كين اختيارية يعني اللي بغيت تخدم هنا او ممكن تخدمون بابين هادو كجوش ضربات اللي تكونوا في التوب التحت تقدرو تخدمون مابيناتهم مو دابا بدر تلاتة ديل الغرزات وغادي رجع وندير هاد الاخيرة هاد الاخرة ديل الزيادة دابا كتها بطلح هاد التحت وتعاودي ترجعي تطلعي الغرزة اللولى والتانية هنا الغرزة التالتة لاحظوا معاية مزيان الخيط تكون التحت وترجعي في هاد الراس وتخدمي هنا غركزوا معاية مزيان غادي اللوي الخيط تلاتة المرات على البراء في اخر غرزة كتديري الدرس ديل الواحد المهم دابا الخيط غادي يكون لفوق وغا ترجعوا في هاد الغرزة هادي لاحظوا معاية مزيان هاد الغرزة اللولى غا تمشيوا اللي حداها وغا تخدمي عليها هاد الغرزة هادي باش تعتك بحل شكل ديال الدرس ديال الواحد الفوق داباك تطلع الخيط الفوق وترجعي تهطي نقولوا هادي هي الغرزة اللولى هنا الثانية وهادي الثالثة بغا تحسبوا ربعات الغرزة غا تحسبوا هاديك الفوقانية يعني ماشي اشكال نقولوا ربعات الغرزات نقولوا ثلاثة يعني ماشي اشكال المهم هاده هو الشكل ديال هاد الهرم هاده والان غادي نبشي ندير هاد الغرزة هادي ونعاود نرجع في هاد الخيط هاده واللوي ثلاثة اللويات على البراء نجرها مزيان وندير الدرس ديال الواحد تخلي الخيط الفوق وترجعي فيها وتديري واحد الغرزة من بعد تهبطي هنا وتديري وغرزة واحد اخرى ركزوا معايا دابا كيفاش غادي نبدأ نبني الهرم التاني باش نقدر نخدم معاكم هاد الدرس ومو دا بدلنا غرزة وغادي نرجع واللوي ثلاثة اللويات على البراء ونجرها الخيط مزيان للفوق فبهاء دابا عندي هاد الشكل هاده ركزوا معايا مزيان عندي هاده الغرزة اللولة والتانية والتالتة وهاده الرابعة مو محنا غادي نحسبو نقولوا هاده الرابعة الى بديتوا الحساب من اللي تحت راه هادي هاللولة دابا غادي نديروا هاد الخيط هاده او هاد القوس لاحظوا معايا هاد القوس هاده وغادي نرجعوا ما بين هاده وجوجو ضربات اللي عندكم التوبل تحت وتخدموا فيهم تعاودوا ترجعوا تصيبوا هادك القوس بهذا الشكل مهم هاد القوس هادك يجي نضوبل هنا غادي نضوبلوا على ثلاثة المرات حاولوا انكم تذكروا معايا مزيان الخيط غادي بقى لتحته نعود نرجع في هاد الغرزة الرابعة الى حسبتهم للفوق وغادي ندير فيها قوس تالت ضروري هنا ثلاثة الأقواس يعني انا بغايت نخدمها غير على جوج ولكن ما كينش كيفاش غادي ندير لها فاضطريت انا نخدمها على ثلاثة ولكن مشي اشكال بالعكس كتجي شادة في راسها وكيجي الدرس واقف مهم هنا جوج دي الحبكات وهدي الحبكة التالتة ونزيدو الحبكة الرابعة دابا ركزوا معايا مزيان غدا تهبطي الخيط التحت وتلوي ثلاثة اللويات على البرة وتجري الفوق بحلا غدا تديري الدرس ديال الواحد مهم رهوني الدرس ديال الواحد هنا لاحظوا معايا مزيان غاتعاودي تراجعي في هديك الحبكة الرابعة تعاودي تراجعي فيها وديري هنا واحد الغرزة مهم هنا فضلت اني ندير غرزة عيواد الحبكة من بعد كتهبطي الخيط للتحت وكتكملي هدوك الحبكات لي بقاوليك دابا حسبو معايا لعدد ديال الحبكات واحد مهم هادي الحبكة الثانية وهادي الثالثة وهادي الرابعة ربعات الحبكات كيكونوا على اليمن وربعة على ليسر من بعد كتراجعوا ما بين هدوك جوجة الغرزات اللي عندكم في التوب اللي تحت وكتديروا غرزة وعاد كتزيدوا هاد الغريزة هادي وغتراجعوا فيها وتبدأوا تديروا الهرم هادي الغرزة اللولة ودابا غا تمشيوا لهذا الخويت اللخراني اللي بقا لكم في آخر حبكة وكتديروا فيه الغرزة الثانية دابا غا نرجع نهبط الخيط تيكون الفوق واندي الغرزة اللولة الخيط الفوق ونهبط الغرزة الثانية هنا أنا را شوية مسرع على الفيديو إلا جاكم سريع بالنسبة للأخوات اللي كيكونوا مبتدئات إلا جاكم سريع حاولوا أنكم تنقصوا الصور عادي للفيديو المهم ودابا درنا غرزة في التوب التحت والآن غادي نعاود نرجع واحد ودابا جوج وغادي نجيل هاد الغرزة هادي اللي في الرأس لاحظوا معاي وغادي ندير غرزة الثالثة هنا عندي ثلاثة الغرزات حاولوا تحسبوا معاي مزيان واحد جوج غا نمشي لهاد الغرزة الثانية إلا حسبتوا من الفوق را غا جيكم هي التانية حسبتوا من التحت كذلك غا جيكم هي التانية عندكم تم تلاتة الوسطانية غا تخدموا فيها تضيري هاد الخويط هادا ومن بعد كتراجعي الهرم وكتمشي للغرزة اللولى اللي جات في الاخر وحدة خدمناها وكتعاودي تضيري فيها غرزة واحدة اخرى ومن بعد تعاودي ترجعي الضوب لهاد القوس للمرة الثالثة وكتشدي عوتاني في هادك الوسطانية الغرزة اللي في الوسط هي اللي تتشدي فيها دا بحسبو معاي العدد دي الحبكات واحد وهنا جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة من بعد كتهبطي الخيط التحت وكتراجعي في هذه الحبكة السابعة وتلوي الخيط ثلاثة المرات على البراوجر الخيط الفوق باش تعطيك هذه الحبكة هذه وتعاودي ترجعي أسفل هذه الحبكة السابعة وتضيري غرزة باش تعطيك الدرس دي الواحد دا بق نحبك اللولة تانية تالتة الرابعة الخامسة ثلاثة 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 مقادين هنا ثلاثة 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 هنا نحاول أن نصل هنا لهاد المرحلة ما بغيتوش يحبس الفوق المهم دابا غادي نركبو خايت جديد ونكمل معاكم الخدمة دابا غادي نعاود نطلع بطبيعة الحال غادي تزاد غرزة هادي الواحد وهنا جوج ثلاثة وربعة الغرزة الرابعة تنذيروها فهاديك الحبكة ماشي غرزة عفوا هاد الاخرة تتلوي ثلاثة مرات الخيط على اللبرة من بعد كتطلع الخيط الفوق وكتراجعي في هادك الحبكة نيت هادك الخيط اللي تكون من بعد اخر حبكة ممكن تمنا تكونوا فهمتوني وكتدلوا في هاد الغرزة هادي باش تعطيكم الدرس دي الواحد هنا غير بغينا هادك الشكل يبقى دير بحلك يجيك في الراس دي الكل هرم الدرس دي الواحد وفي الراس دي الكل قوس الدرس دي الواحد المهم هنا كتهابطي به هادك ربعات الغرزة طبيعي الحالي اللي حسبتي الغرزة اللولة اللي كملتي بيها الدرس دي الواحد قتعدك ربعة الان كتخلي الخيط الفوق وغادي نديرو هاد الدريس هادا اللي تيكون ما بين جوجة الاهرام المهم هنا شوية زربت نفسك الحاجة يعني رغير هادك الشي غادي يبقى كيتعاود هنا غاتمشي لهاد الغرزة الاخيرة اولا الرابعة وغادي نديرو فيها هاد القوس كيف مدرنا سابقا يعني نفس الحاجة انا غادي نزيد منكم غير هادي سافي المهم وهناك الضوب للخيط لثلاثة المرات باش كيجيها الدرس فشاد فراسو طبيعي الحال يعني انا كن لقيت كيفاش ندير حتى ان نخدم غير جوجة الاقواس كنت غادي نديرها ولكن ثلاثة ما عندي كندير يعني من غير ثلاثة فهدا هو الشكل ديال الدرس هو درس جديد مختلف وزوين شكرا لكم كاملين شكرا لدعم ديالكم شكرا لكم شكرا لكم كاملين شكرا لدعم ديالكم شكرا لكم